مهرجان العالمين طرح الأغنية الرسمية لأغنية مهرجان العالمين اللي حملت اسم عالم خيالي واللي احنا لسه سمعنا دلوقتي مع بعض الأغنية من غناء يارا أدورد وأمير يوسف وكلماته ألحان أمير يوسف وتوزيع ومكساج محمود صبري للمزيد عن كواليس التحضير للأغنية عشان تطلع علينا بالشكل جميل قوي ده واللي سمعناه وشوفناه معينا دلوقتي المغنية يارا أدورد مغنية عالم خيالي أول حاجة يارا ألف ألف مبروك مستي مستي جدا جدا الله يبارك فيكم الأغنية مكسرت دونيا بجد 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 ربنا يكن لكم بجد مستيك احكي لنا يارا حضرته ازاي للأغنية بصي الأغنية يعني اتحضرت في وقت قليل جدا أستاذة أميمة الرئيس المدير التنفيذي ورئيس التنفيذي الراديو نيل طلبت من أستاذها يعمل لنا الأغنية وقال لنا يعني أمير بسرعة كتب الكلمات أمير حد موهب جدا وشاطر جدا كتب الكلمات ولحن ويلا بينا وطبعا صدري وزعها وفي خلال يومين ثلاثة كنا سجلنا وخلصنا يعني بس على فكرة يعني أنا يعني مش عايزة أقول إن أنا مغنية برضو قوي أنا وزيعة أخبار كنت لسه أقولك حالا أنت موزيعة أصلا أيوة بس أنا في الكرال في الكنيسة من زمان يعني وبقول في حفلات كرال كتير من وأنا صغيرة فيعني الحمد لله الحتة دي عندي يعني يعني حكي لنا عن الكواليس أمير هو اللي كتب وبيغني كمان فيها اختارك إزاي أن أنت كمان تغني معايا ما هو أنت طالما اختار كبير أنت بعروف عنك بتغني لهم في الراديو مثلا صح غير أنك أكيد في الكرال في الكنيسة يعني أنت أكيد برضو معهم في الراديو بالدنديني عارفين أن أنت مهوبة أنت عارفة أن احنا في راديو نيل أربع إزاعات اللي هما نغم أف أم وميجا أف أم وريديوهيتس وشعبي أف أم إيه؟ أنت فين فأني إزاعة فينا؟ أنا يعني الأخبار أنا في نغم وميجا دي الإزاعات اللي فيها الأخبار الخدمة الإخبارية لكن في الغناء أنا بغني في نغم أف أم الجينجل بتاعة المحطة انت عارفة الجينجل زي العاية تبقى فيها هوية المحطة بتعبر عن روح المحطة دي عبارة عن إيه؟ طبيعة الأجاني اللي بنقدمها شكلها يعني دايماً جينجل كده بتيجي فوسط ما بين البرامج طب غنيت جينجل عشان الناس تبقى فهمها؟ جينجل دي ليه الأغنية الرسمية يعني اللي نغم أفهم؟ اللي بتعبر عن هوية المحطة يعني كل محطة ليها هوية معينة طب لو نغم كده قوللنا حاجة كده من اللي بتقوليها في نغم اسمعونا على الراديو اسمعونا على الراديو مشهور نغم وميجا وكل القنوات ببعايتنا في جد يعني يا راديونير حقيقي عمل شغل كبير قوي بالذات المهارضان وعموماً يعني مبسوطاً إن ناس كتير عرفت إذاعتنا وحبتنا يعني طب حسنتي بإيه لما الأغنية نكحت قوي كده وكل القنوات بتعرضها والناس بتغنيها يعني حكي لي كانت مفاجأة هي الأغنية شعلاً جميلة لأن هي خفيفة قوي وصيفية جداً زي ما أنت يعني سمعها كده تحسي شعلاً معبرة عن أجواء مهرجان في بحر، في صيف، في جو جميل يعني هي مدية لروح دي والإحتاز ده فهي الأغنية يعني بسرعة حفزناها وبسرعة قلناها عجبتنا قوي وقلناها بإحتازها لأن هي موطلة بمنطقة البساطة ولما نتحت بقى وعجبت الناس وبعدين المتحدة اختروها علشان تكون الأغنية رسمية للمهرجان للمهرجان دي يعني حاجة بساطتنا جداً وسجقتنا بس كانت مفاجأة حقيقية جميلة ويعني مش عايزة أقول لكم نشوة وطوقعين بس كانت مفاجأة شعلاً جميلة اللذيزة أن أنت وأمير رصوتكو لايت قوي والأغنية لايت قوي ولايقة على المهرجان ولايقة على الأجواء اللي بيقدمها المهرجان فعشان كده نجحت وقوف مكانها يعني شعلاً بحقيقة يعني شعلاً كل حاجة كانت في مكانها زي ما بتقولي ولايقة يعني يرى احنا مبسوطين قوي باللي احنا شايفينه وبالأغنية الحلوة قوي اللي احنا سمعناها دي وبنبارك لك مرة تانية وصلي مباركتنا أكيد لأمير كمان يرى أدويت مغنية عالم خيالي بنشكرك